موسيقى من طفل موهوب إلى رجل آلي هكذا يعاني الصغار ذوي الطموح والموهبة ممن لم تسعفهم إمكاناتهم لخلق فرصة للأحلام التي رسموها وبدلا من دعم الصغار يختار بعض الآباء قصة جناح الموهبة لما يعتقدون أنه الأفضل لأولادهم سنوات عديدة يضطر فيها الصغار إلى تحمل ضغط الآباء إجبارا على طريق معين وعلامات دراسية معينة وبالتأكيد مستقبل ووظيفة معينة فكثير منها دخلت خصوصات جامعية لربما لم يكن سيختارها إذا ما أتيحت له الحرية المطلقة للاختيار ونقع بدوامات من الإرهاق والتعب النفسي ومع كل إخفاق نرمي باللوم على من وضعنا على هذا الطريق والذي لم يكن لنا أساساً رغم أن نية الآباء لم تكن يوماً لمضرة أولادهم بل هي تجسيد حقيقي للحب والاهتمام وطموح لرؤية فلذات كبدهم بأفضل مكان في العالم فينسون أن هؤلاء الصغار بحاجة للعب والمرح بين كل وقت لآخر ويجب الأخذ بأحلامهم المعقولة بعين الاعتبار وتشجيعهم على فعل ما يحبون وتنمية مواهبهم قد يجعلنا الحب نتصرف بشكل قاسم مع من نحبهم في بعض الأوقات خصوصاً مع أطفالنا فلا يوجد أب أو أم في العالم لا يحرص على المستقبل لكن إن دمجنا الحرص مع القسوة فلن نخلف إلا اليأس لصغار لا يعرفون لما نقص عليهم مما قد يؤدي مستقبلاً إلى حالة من الرفض القاطع لكل ما يريده الوالدين إذن ما هو الحل؟ ببساطة لنستمع إليهم ولنحرص على مستقبلهم دون إجبار على مسار معين فالأطفال أذكى بكثير مما يمكن أن نتخيل ومع التوجيه الصائب فقد يبهرونك بما يمكن أن يفعلوه موسيقى 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 موسيقى